بيبدأ المسلسل في بلجيك مع عصابة بتتكون من أربع أفراد وبيكون الفرد الأول هو ليه رئيس العصابة والتاني ألبيرتو واللي بيكون هاكر محترف وبنعرف إنه أخو ليه والتالت يا سندرا واللي بتكون خبيرها فتح الإفاد والرابع هو جيجو واللي بيكون خبير في أجازة الإنزار وفي اليوم ده بتقدر العصابة أنها تسرق مركز الألماس العالمي واللي بيضم أكبر كمية ألماس موجودة في العالم وبيبقى قيمتهم أكتر من مليار دولار وبيقدروا يسرقوا كل كمية الألماس اللي هناك وبيستنوا آخر فرد فيهم بيخلص مهمته وبعدها بيتحركوا في طريقهم للمقر بتاعهم قبل ما الشرطة تحس بحاجة وفي الطريق بيكون ألبيرتو قدر يختار الكاميرات المرابلة في الشوارع وبيعرف من خلالهم إن فيه عربية شرطة دخل عليهم فبيتوتر جدا ولكن بيكتشفوا إن العربية مع الديم للطريق ده بالصدفة وبيوصل الأربع للمقر وبيجمعوا كل حاجة مش محتاجينها في كياس سودة عشان يخلصوا منها وبيأمورهم لي ويرمي تلفوناتهم جوال أكياس وبعدها بيدي ألبيرتو لكل واحد فيهم هواية جديدة وكمان بيدي لهم رقم الجديد عشان يتصلوا به محالات الطوارئ بس وده لإن الواحد اللي هيقدر يخلي الشرطة ما تقدرش تتبع المكالمة وبياخد كل واحد فيهم كيس عشان يرميه في مكان مهجور وبعدها بيتفرقوا وبياخد كل واحد عربيةه وبيمشي وبنعرف إن الخطة دلوقتي أن كل واحد هيسافر لمكان لحد ما الوضع يستقر وبعدها يقسموا الألماس عليهم وفي مكان تاني وتحديداً للأصر الملكي بنشوف واحد اسمه ميرتنز واللي بيكون رئيس فرقة الألماس في اليوم ده بيكون عندهم تكريم من الكاهن بيجي له اتصال وبيبلغوا بالسرق اللي حصلت فبيضطر ميرتنز إنه يمشي وبيظهر إن الخبر انتشر في الإعلام وبتكون الناس مستغربة زي ده حصل مع إن المركز ده من أكتر الأماكن المؤمنة في العالم وبيوصل ميرتنز المركز الألماس وهناك بتكون الشرطة مالية المكان وبيوصلوا للخزنة اللي بيتشال فيها الألماس والغريبة إنهم مش بيلووا أي أثار اقتحام وده معناه إنهم بيتعاملوا مع عصابة خطيرة قدرت إنها يفتح واحد من أكتر الأبواب المؤمنة في العالم وكمان قدروا يتغلبوا على كاميرات المرعبة وأجس الاستشعار وأجس الإنذار وبنعرف إن الباب ليه رموز معين عشان يتفتح والرموز دي مستحيل حد يتوقعها وعشان كده بيبقوا متأكدين إن العصابة قدرت تسرق الرموز دي من حد بيشتغل في المركز وبيتظهر الموظفين قدام المركز وخصوصا اليهود وده لإنهم بيسيطروا على سوق الألماس في الوقت ده وبيبقوا خايفين إن العصابة بتهرب وبالتالي فلوسهم تضيع فبتطلع مديرة المركز واللي بيكون اسمها جودس عشان تهديهم وبتتكلم في حضور الصحافة وبتطلب من الموظفين يهدوا ويرجعوا شغلهم وبتوعدهم إنهم هيمسكوا العصابة وكل شخص فيهم هيرجع له صندوق الوديع بتاعه وبنعرف إن المبنى ده فيه عدد كبير من المكاتب كل مكتب فيه موظف عنده صندوق وديع في الخزنة اللي اتسرقت والغريبة إن ليه بيكون واحد من الموظفين هو بيدخل مكتبه بشكل طبيعي زي أي شغل ليه وبيكتمع ميرتنز ووزير الداخلية بالموظفين من تاني وبيطمنهم ميرتنز إنه هيتولى التحقيق بنفسه وهيوصل للعصابة في أسرع وقت وبيقول إنه تاخد الخزنة بنفسه واكتشف إنه فيه سندق ما تفتحتش وبيقول كمان إن العصابة نسيت شنطة جوال خزنة ولقوا جواها مجموعة ألماس وبيخامل ميرتنز إنه فيه حاجة حصلت خليتهم يخافوا عشان كده مشيوا بدون ما يفتحوا باقي السندق وكمان نسيوا الشنطة وبييظهر إن ليه وقعت في مكتبه وبيتفرج على اللقاء وبيستنى الحرس بتوع جودس يخرجه عشان يتكلم معها على انفراد وبييظهر إنهم على علاقة ببعض لكن بيبقوا حرسين إنه محدش يعرف وبعدها بشوية بيجير التوصل من زوجته أنا اللي بتكون عايزة تعرف آخر الأخبار وبعدها بتدي التليفون لولدها واللي بيكون جنرال وبيوسي له وبيطمنهم إن الشرطة مش هتسكت وبيتكلم ميرتنز مع اتنين محققين وبيكون الأول هو قدير والتانية سمع ندين وبنعرف إنهم هيساعدوا في التحقيق وبيأمرهم ميرتنز يفحصوا الشنطة كويس ويدوروا على أي بصمات أو أي حاجة توصلهم للعصابة وفي الوقت ده بنشوف ألبيرتو اللي بيروح يقش في مكان بعيد أما جيجو فبيروح يقش مع والدته لكن بيحلق شعره ودقنه عشان محدش يعرفه وفي مكان تالت بنشوف سندرا اللي بتروح تزور والدها بيته في السجن وبيظهر إنه عارف كل حاجة عن السرقة وبيبارك ليه على نجاحهم كمان أما ليهه فبيخلص شغله وبيروح للمستشفى بحجة إنه راح يسلم نتائج التحليل لكن الحقيقة إنه بيكون راح يزور واحد اسمه ليفيو بيودعه قبل ما يسافر إيطاليا وبيقول ليهه إنه حاجة استسكرة تانيوم وبتستعين الشرطة بعالم أحجار كريمة واللي بيفحص الألماس اللي كان في شنطة العصابة وبيكتشف إنه صناعي فبيستندج ميرتنز إنه ده كان فخ من العصابة عشان تعطلهم وبيبدأ العالم يشرح لهم طبيعة الألماس وبيقول إن الألماس الطبيعي بيحتاج 800 مليون سنة عشان يتكون أما الألماس الصناعي فبيحتاج أسبوع بس وبيقدروا يصنعوا من خلال عمليات معينة وبيجي الميرتنز اتصال من وزير الداخلية اللي بيكون مدائي جدا وده لإنهم كل ما بيتأخروا بيدوا فرصة للعصابة إنها تهرب وبيطلب منه يمسك العصابة دي في أسرع وقته وإلى البلد كلها تقلب عليهم وفي الوقت ده بيتم استدعاء المحقق قدير وبنعرف إن فيه راجل كان بيمشي الكلب بتاعه ولقى كيس كأسود كبير مرمي في أرض بعيدة وبتعرف الشرطة إن الكيس يخص العصابة فبيبدأوا يفتشوه وبيلوجوا فاتورة شراء لأدوات سرقة وبتكون الفاتورة باسم ليو وفي الوقت ده بيكون ليه قاعد في بيته وبيتصل بحمل جنرال وبيمثل قدامه إنه مدائي بسبب الخسارة اللي اتعرض لها وبعدها بتاخد أنا التليفون عشان تطمن على ليو وبنعرف إنه ناوي يسافر لعندهم تاني يوم وأثناء ما هم بيتكلموا بتقتحم الشرطة بتليهه وبيقبضوا عليه وبتكون أنا شايفة اللي بيحصله بتنهار وبيبدأ ميرتنز يحقق مع ليه اللي بينكر تماماً إنه ليه علاقة بعملية السرقة وبيتصدم لما بيعرف إنهم لقوا ويصال باسمه وبيخمن إن واحد من زميله قرر يسلمه للشرطة ومع ذلك بينكر إنه ليه علاقة بالله حصل وبصفته مواطن إيطالي بيطلب يتكلم مع السفارة فبيتكلم مع ميرتنز بيهدوء وبيعرض عليه إنه يعترف ويقول أسامي زميله واسم الشخص اللي بيمولهم في مقابل تخفيف الحكم لكن ليه وبيستمر في الإنكار وبيحاول ميرتنز يأثر عليه وبيقوله إنه لو رفض يعترف يفضل مسجون بسبب الدليل اللي لقواه في حين إن زميله هيستمتعوا بالفلوس لوحدهم ومع ذلك ليه ومش بيتأثر فبيطلب منهم ميرتنز يحطوه في أوحش زنزانة وبيبدأ ميرتنز يدور في ماضي ليه وبيعرف إنه تجر مجوهرات وإنه جيب الجيكا من كم سنة عشان يوسع تجارته لحد ما بقى عنده مكتب وسندوق وديع في المركز وبيعرف إنه مالوش سجل جنائي فبيطلب ميرتنز من المحققين إنهم يستجوبوا كل العاملين في المركز عشان يعرفوا لوحد فيهم كان بيتعاون مع ليه وبنيرجع بالزمن لسنة ونص وبنشوف ليه ولي بيشتغل سواء ومدير أعمال واحد اسمه ليفي وبنعرف إن ليفي شخص يهودي وعنده مكتب في مركز الألماس العالمي وبيكون ليوم يتعود يوصلوا للمركز وكمان بيدخل معا الحد الخزنة ولي بيكون جواه 500 صندوق ودائع وفي الوقت ده بتيجي ليه وفكرة سرقة المكان وبنعرف إن ليه وبيحب السرقة من زمانه وأنه سرقة حاجة كتير وكان معاه أصدقاء بيساعدوه فقرر يزور واحد منهم ولي بيكون اسمه جيجو وبيطلب منه يشاركه في العملية بصفته خبير في أجلسة الإنذار وبيظهر إن ليه وما كانش عنده لسه خطة واضحة وبنعرف إنه هو اللي كان بيخطط للعملات اللي فاتت والبقين كان عليهم التنفيذ وبيظهر على جيجو وقتان وكان بيمر بأزمة مادية خصوصاً إنه متجوز ثلاثة وعشان كده بيحتاج دخل كبير عشان يقدر يصرف عليهم وبنعرف إن آخر عملية لهم فشلت واتقبض على واحد منهم اسمه فيتو وحالان في السجن وعشان كده جيجو كان خايف لكن ليه ويطمنه إنه مش هيكرر غلطه مرة تانية وبكده يكون ناقصهم حد يقوم بدور فيتو والي هو فتح الإقفال فبيلجأوا البنته اللي بيكون اسمها ساندرا واللي بيظهر نعمة تعرفش إن هم السبب في السجن والدها وبترفض ساندرا تشارك في العملية بسبب خوفها إنهم يتمسكوا خصوصاً إن عملية كبيرة زي دي الغلطة فيها تكلفهم حياتهم فبيعرض عليها ليه وصورة واحد اسمه سيمون واللي حاول يسرق المركز قبل كده لكنه تقبض عليه وبيقول ليه إن سيمون فشل في حاجة واحدة بس وهي إن فريقه ما كانش محترف وبيطمنهم ليه إنهم لو تجمعوا سواهم التلاتة هينجح وبعد فترة بيشتري ليهم حل وبيقرر يشتغل في المجاهرات وبالرغم من فرحة أنا بالفكرة لإنها بتبقى مستغربة هيجي فلوس البضعة منين فبيقول ليه إنه ناوي يحط كل فلوسه وبيطلب منها هي كمان تقنع والدها يستثمر معاهم وبيحاول يأثر عليها بكلامه وبيقول إن المشروع ده هيغير حياتهم وحيات أولادهم وبنعرف إنه بيعمل كده مخصوص عشان يوافقوا يدولوا مكتب في مركز الألماس العالمي اللي بيكون كلهم موظفينه من نخبة المجتمع وبيبدأ اللي اتنين يتكلموا مع الجنرال اللي بيوافق يستثمر معهم عشان خاطر بنته وبالطبع إن أنا أولدها وبتقول إن ليه وبقى قريب من إيفي وعشان كده بقى عنده خبرة كبيرة في المجاهرات وبيوعدوا ليه إنه هيردوا للمبلغ وبعدها بيروح ليه ويتكلم مع ليفي وبيقول إنه عايز يكون واحد منهم وبيعرض على ليفي يعلمه كل حاجة يعرف عن المجاهرات وفي المقابل هيتنزل على مكافئة نهاية الخدمة فبيوافق ليفي وبيبدأ يعلمه إزاي يفرق بين الألماس الأصلي والصناعي وفي وقت قليل بيتعلم ليه كل حاجة وبيكون خبير في الألماس وبعدها بيعرف على جودس مديرة المركز واللي بتكون لازم توفق علي الأول عشان يقدر يكون عنده مكتب في المركز وفي يوم بيروح ليو ويزور أخوه ألبيرتو اللي بيكون هاكرى محترف وبيطلب منه ليو يشترك معهم في العملية وفي الأول بيكون ألبيرتو رافض تماما بحاجة إنه عنده مبادئ وإنه مش بيستخدم خبرته في الاختراق غير عشان يرجع الحقوق للمظلومين أو يقز الأشرار لكن لما بيعرف إن كل صحاب سنديق الوداع دول أشرار بيوافق وبنعرف إن ألبيرتو هو اللي قدر يمسح لليو وسجله الجنائي عشان الجنرال يوافق يجاوزه بنته وبيجي معاد مقابلة ليه ومع جودث اللي بتكون مبهورة بخبرته وبالأرباح اللي بيحققها وعشان كده بتوافق فورا تديله مكتب وبيظهر إنها معجبة بشخصيته وبتقول إنها درست في إيطاليا وإنها مفتقدة جدا فبيوعدها ليه وياخدها هناك في مرة وبيستلم ليه ومكتبه وبيكون مبسوط إن أول خطوة نجحت وفي اليوم ده بيروح ليفي عشان يبركله وبيظهر إنه يعرف كل حاجة عم ماضيه وبيكون متأكد إنه ناوي يسرق حاجة في المركز عشان كده كان مصر يشتغل معاهم وبيطلب ليه فياخد نسبة من العملية فمقابل إنه ما يبلغش الشرطة فبيتفق مع له إنه هيديله عشرة في المية وبيبدأ ليه شغله في المكان وبيظهر إنه مركب كاميرا صغيرة في الشنطة بتاعته عشان يقدر يعرف من خلالها أماكن المداخل والمخارج والكاميرات وبعد كذا شهر بيكون له وخلاص درس المكان كويس فبيجتمع بيجيجو وساندرا وبيوريهم الوصل ومع ذلك بيبقوا لسه الأنين خصوصا إنهم لسه ما يعرفوش الخطة لكن لما بيعرفوا إن الفلوس هتتقسم عنهم بالتساوي بيوافقه وبكده يكون الفريق كله اكتمل فبياخدهم ليه وهم التلاتة وبيسفروا بالجيكار وفي الحاضر بيروح ميرتنز يقابل سيمون واللي بيكون لسه خارج من السجن لكن لسه تحت الحراسة وبيظهر إنه استخدم زكاءه وقدر يعطى الجهاز المراقبة اللي بيلبسه فرجله وخرج من البيت بدون ما الانذار يرن وبيعرف ميرتنز اللي حصل فبيقرر يستغل الموقف لصالحه وبيعرض عليه سورة ليه وبيسأله لو يعرف عنه أي حاجة بما إنهم حرامية زي بعض فبينكر سيمون إنه يعرفه وبيطلب منه ميرتنز يحاول يدور وراه ولو عارف حاجة يبلغهم وبيكون سيمون مضطر يوافق وده لإنهم ممكن يرجعوا السجن بسبب تعطيل الجهاز لكن أنا بتدفع عن زوجها وبتقول إنه أكيد في سوء تفاهم وبيروح المحققين يستجوبه جودث اللي بتقول إنه ليه وكان زي أي موظف عادي ولكنه كان شاطر جدا وبيظهر إنها مش مصدقة إنه هو اللي عمل كده وبيكون قدير شاكك فيها وبيكتمع ميرتنز بالمحققين واللي بيدوله ملف عاملة نظافة اسمها دينيز وبنعرف إنها كان بتشتغل في المركز لكن بعض القبض على ليه وقدمت استقلتها فبيستنتجوا إنها خايفة من حاجة وبيقرروا يستجوبوها وعن ناحية تانية بنشوف ليه واللي بيتم استدعائه وبيعرف إنه فيه محامي بيقول إن المحامي بتاعه وعايز يقابله وبيقول المحامي إن اسمه جون وإنه المحامي بتاع عدد كبير من أصحاب سندي الودايع وهم طلبوا منه ويروح يقابل ليه ويعرض عليه صفقة وهون يقولهم على مكان الأنمس اللي سرقوا وفي المقابلة هيساعدوا يخرج من السجن لكن ليهو بيكون مش مصدقه وعشان كده بيستمر في الانكار فبيقرر جون يبتزه وبيطلع صورة أنا وبيهدده إنهم هيئزوها وعشان كده بيضطر ليهو يعترف بكل حاجة لكن بينكرون يعرف مكان الألماس وبيقول ليهو إنه كان متفق مع أصدقاءه إنهم ياخدوا الألماس ويهربوا وهو بعد فترة هيتوصل معهم عشان ياخد نصيبه لكن تم القبض عليهم مقدرش يوصل لحاجة فبيسأله جون عن هوية أصدقائه لكن ليهو بيرفض يقول أي حاجة تاني قبل ما يخرجوا من السجن فبيعلغوا جون إنه ياخد رأي العمل بتوعه ويرد عليه وفي الماضي بيجتمع ليهو بباقي أفراد العصابة وبيبدأ يشرح تفاصيل الخطة وبيقول إن المركز ليه جاراج للموظفين واللي بيكون شغال بجهاز تحكم وبنعرف إن ليهو قدر ينسخ جهاز زيه بالضبط وبالتالي هيقدروا يدخلوا المبنى من خلال الجاراج بعدما ألبيرتو يستخدم خبرته ويعطل الكاميرات وبكده تكون فكرة دخولهم للمبنى تحلت وبيقول ليهو إنهم عشان يوصلوا لباب التحكم الخاص بالخزن هيقابلهم أكتر من باب تاني ولكن سندرا تقدر تفتحهم بسهولة وبيقول كمان إن الموظفين بيمشوا الساعة 8 ولحد الساعة 11 بتكون أجيس الإنذار معطلة عشان عمال النظافة يقدروا ينظفوا براحتهم وبيلاحظ جهو طول فترة مرابته للمكان إن العمال بيروحوا حوالي الساعة 10 ونص وخمسة وده معناني في حوالي 25 دقيقة بيكون المبنى فاض فيهم وكمان أجيس الإنذار معطلة وعشان كده هما لازم يدخلوا المبنى في الوقت ده ويعطلوا أجيس الإنذار تماما قبل ما الساعة تيجي 11 عشان يقدروا يسرقوا براحتهم وفي الحاضر بيكتشفوا إن دينيزي اختفت تماما فبيقبضوا على ابن عمها واللي بيكون رفض يقول على مكانها وبيعرف ميرتنز إنه موجود في البلد بشكل غير قانوني فبيهددوا يرجعوا بلده لو رفض يتكلم وعشان كده بيضطر يقولهم على مكانها وبيقول كمان إنها لما شافت صورة ليهو في الأخبار توطرت وقررت تسافر وبالرغم من إنه اعترف بكل حاجة لكن ميرتنز بيقرر يرجعوا بلده وفي الوقت ده بيحاول ليهو يتواصل مع العسابة بأي طريقة وبيعرف إن في واحد في السجن بيقدر يدخل أي حاجة ممنوعة سواء مخدرات أو تليفونات أو أي حاجة تانية فبيطلب ليهو يعمل مكالمة ولما بيعرفوا من بيقرروا ياخدوا منه 20 ألف دولار مقابل مكالمة 3 دقائق وبيضطر ليهو يوافق وبيوعدهم هيدفع المبلغ أول ما يبقى معه فلوس وبيتصل ليهو بألبرت أخوه وبيطلب منه يدور على بقى العصابة ويعرف من فيهم اللي سلموا للشرطة وكمان يفضل مرائبهم لحسن ياخدوا الحاجة ويهربوا وفي الوقت ده بتكون أنا في إيطاليا وبيظهر إنها قلنة جدا على ليهو خصوصا إنهم منعين عنه الزيارة فبتروح سفارة بلجيك عشان يساعدوها لكن السفير بيقول إنه مفيش حاجة في إيده يعملها ومع ذلك بترفض أنا ناة استسلم وفي الماضي بتبدأ العصابة تستعد لتنفيذ المهمة وبيروح ليهو الكنيسة عشان يصلي فبيجيله اتصال من جيجو اللي بيقول إنه كان صهران في كل حتة وتعرض للسرقة وبيطلب من ليهو يروح ياخده فبيتوتر ليهو ده لإن معاد التنفيذ قرب وبيجمع العصابة وبيروح ياخد جيجو من المكان اللي هو فيه وبعدها بيوصلوا لمركز الألماس وبيقدر ألبيرتو ويعطى الكاميرات المرأبة بحيث إنه يظهر لفرد الأمن صورة قديمة وبيدخلوا لجراج من خلال جهاز التحكم وبعدها بتيجي مهمة سندرة واللي بتقدر تفتح الأبواب بمنتهى السهولة وبيفضلهم استخبين في القبو لحد ما ألبيرتو بيديهم الإشارة إن كل عملات النظافة مشيوا وبعدها بيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا عند وحدة التحكم بتاعت الإنزار وهنا بيجي دور جيجو اللي بيكتشف إن دي مش وحدة التحكم الحقيقية فبيستنتج إنه فخر للحرمال زيهم وبكده تكون المهمة فشلت فبيضطروا إنهم يمشوا وبيقرر الأربع يخرجوا يتعاشوا سوا وبيفكروا في حل عشان يلاقوا وحدة التحكم الحقيقية فبيقول جيجو إنهم لازم يلاقوا مخططات المبنى وبنعرف إنها موجودة في الأرشيف واللي بيكون ممنوع حد يدخله وراء أشخاص قليلين وصعب اختراقه وده لأنه بيشتغل ببصمة الوش فبيقرر ليو إن يلجأ لليفي بما إنه عارف بالخطة اللي هتحصل كده كده والتاني يوم بيروح لليفي مكتبه وبيعرف من الموظفة اللي هناك إنه دخل المستشفى وحالته خطيرة فبيروح ليو ويزوره في المستشفى وبيعرف من واحد مع أنه تنصب عليه في كمية ألمس صنعية كبيرة ومن كتر الصدمة تعب ودخل المستشفى فبيبدأ ليو يفكر في شخص بديل وفي الحاضر بتقدر الشرطة توصل لدينيز اللي بتقول إن ليو في مرة طلب منها تحط ورقة على مكتب جودث والورقة كانت على شكل اللوجو بتاع المحل بتاعه وفي المقابل ادي لها مبلغ مالي وفي الماضي بنشوف جودث اللي بتدخل مكتبها وبتشوف الورقة وبيكون جوار سلام ليو اللي بيكون عزمة على العشاء وبنعرف إنه بيحاول يستغل إعجابها بيه عشان يوصل للأرشيف وبعدها بشوية بيزورها ليو في المكتب وبيتفاجئ إنها رفضة تخرج معها بسبب إحساسها إنه بيحاول يضحك عليها عشان يستغل لها ولما بيحكي البال عصابة بيقرروا يدوروا على أي نقطة ضعف الجودث فبيطلبوا من ألبيرتو يخترق حسابتها الشخصية وبعد بحث كتير بيعرفوا إنها متعودة تصهر في حفلات مشبوهة لكن بتبقى لاب سقناع عشان محدش يقدر يتعرف عليها فبتجي لهم فكرة وهي إن ليو يحضر حفلة من الحفلات ويكون حريص إنها تشوفه عشان تحس إنه في بينهم حاجات مشتركة وتوافق تخرج معاه وبالرغم من رفض ليو للفكرة بسبب خوفه على مشاعر زوجته لكن بيضطر يوافق وبتقرر سندرة تروح معاودة لإنه ما ينفعش يدخل الحفلة لوحده فبيحجز لهم ألبيرتو على يوم السبت واللي بالصدفة بيكون عيد جواز ليو وأنا وبنها عرف إن ليو وعد أنا إنه هيقضي اليوم ده معها من فترة فبيتصل بيها وبيعتذر عن الحضور بحجة إن عنده اجتماع معامل مهم وفي الوقت ده بتكون أنا هي اللي شايلة مسؤولية المحل وبيظهر إنها بدأت تشوك في ليو وبيوصل ليو صندرة للحفلة وبيقدر ليو يشوف جوديث وبيمثل إنه متفاجئ بوجودها أما جوديث فبتحس بالإحراج إن حد من زميلها شافها في مكان زي ده وبتعترف لي ليو إنها معجبة بيه لكن رفضت تخرج معاهم ما حاست إنه بيعملها زي ما بيعمل أي واحدة تانية وبتطلب منه جوديث ما يقولش لحد إنه شافها في مكان زي ده وبعدها بيكمل لتنين صهرتهم سوا وتاني يوم بيروح ليه ويزورها في مكتبها وبيقول إنه بيحاول يوسع الشغل وعشان كده عايز مكتب أكبر وبنهارف إنه فيه مكاتب بتتجاهز حاليا فبيستغل ليه وقربه من جوديث وبيطلب إنه يشوف مخططات المكاتب دي عشان يحجز الأنسب ليه وبيظهر إن جوديث بقتبتسق فيه وعشان كده بتوافق فورا وبتاخدوا معها للأرشيف عشان توريله المخطط وفي الوقت ده بيقدر ألبيرتو يفصل الكهرباء عن مكتب الأرشيف فبتضطر جوديث إنها تخرج تصلح العطل وبتسيب له لوحده وفي خلال ثواني معدودة بيقدر ليه وإنه يلاقي المخططات اللي هو عايزها وبيصورها على تليفون ولما بيرجع للعصابة وبيفحص الصور دي بيكتشفوا إن واحدة تحكم موجودة تحت القبو وبكده مفيش قدامهم أي طريقة للوصول للوحدة دي غير إنهم يدخلوها من مبنى تاني وفي الحاضر بيروح ميرتنز يقابل جوديث وبيسألها إذا كان في حاجة بينها وبالليه ولكنها بتنكر فبيخمن ميرتنز منها بتكذب خصوصا إنها خبت عليهم إنه عرض عليها يخرجوا يتعشوا أما أنا فبتقرر تسافر لبلجيك عشان تحاول تزور زوجها وبتروح تقابل ميرتنز اللي بيرفض يخليها تقابله فبترفض أنا إنها تمشي لحد ما يسمحوا لها تقابله وفي الوقت ده بيكون ليه وقاعد مع جوني المحامي وبيحكي كل حاجة عن علاقته بجوديث فبيخاف جوني إن جوديث تعترف عليه إن وقتها التهمة تثبت عليه أما ليه وفبيكون خاف من حاجة تانية خالص وبيقول لي جوديث لو اعترفت أنا هتعرف بخيانته ليها ومش هتسيبه فبيقارع جوني إنه يتدخل وبيروح لحفلة من الحفلات المجبوعة عشان يقابل جوديث وبيطلب منها ما تحكيش أي حاجة الميرتنز وده لإنها لو تكلمت مش بس هتأذي ليه لكن كمان هتضر سمعتها بيظهر إن جوديث مش قادرة تسمح ليه وبسبب استغلاله ليها ولكنها بتطمنوا إنها مش تحكي حاجة للشرطة بسبب خوفة على سمعتها وبيكون جون متعاطف معها فبيديلها رقم أنا عشان تكلمها لو حب تنتهم من ليه وبيخاف ميرتنز إنهم يفرجوا عن ليه لعدم كفية الأدلة وعشان كده بيقرر يفضحه فبيحط خطة وبيديل أنا استمرت من لها عشان يقدمه طلب المقابلة وفي وقت قليل بيتوافق على الطلب وفي نفس اليوم بيتصل ميرتنز بموزيع مشهور وبيديله خبر حصري للبرنامج بتاعه وهو إن ليه وجودث كانوا على علاقة عاطفية وأثناء ما ليه وبيستعد عشان يقابل زوجته بينتشر خبر علاقته هو وجودث في التلفزيون فبتنهر أنا ومع ذلك بتقرر تروح تقابله فبينكر ليه وندا حقيقي وبيقول إن البرتو بيعمل كده كوصلة ضغط لكن أنا بترفض تصدقه وفي الماضي بنشوف أفراد العصابة هما متجمعين عشان يدوروا على مدخل لغرفة التحكم وفي الوقت ده بيجي اللي ليه واتصال من أنا اللي بتكون عايزة تروح تزوره وبيتحجج ليون ومشغوله وبيعرض عليها تجيله بعد إسبوعين تلاتة فبتدق أنا لما بتحس إنه مخب حاجة وبتقفل السكة في وش وبيرجع عليه للعصابة وبعد نقاشات كتير بيعرفوا إن المركز فيه تحته أنفاء فبيقرروا يدخلوا من خلال الحد ما يوصلوا لقب ومركز الألماس لكن المشكلة هي إن الأنفاء جواهم مستشعر زلزال وعشان كده بمجرد ما يحاولوا يحفوروا عشان يدخلوا لوحدة التحكم الأجهزة دي هتصدر صوت لكن ليه وبيقدر يلاقي الحل وبيكتشف إن فيه مترو بيعدي من هناك كل عشر دقايق وفي الستين ثانية اللي بيمر فيهم من المحطة بتتعطل أجهزة الاستشعار بشكل تلقائي وعشان كده يقدروا يستغلوا الستين ثانية بتوع كل مترو عشان يحفوروا بدون ما حد يحس بيهم فبيقرروا ويدخلوا الأنفاء من خلال بادروم الكنيسة اللي بتكونوا قريبة من المركز وبيمشوا على الخريطة اللي معهم وكمان بإرشادات ألبيرتو اللي بيكون مرائبهم عن طريق الكاميرات لحد ما بيقدروا أنهم يوصلوا لقب ومركز الألماس وبيجي وقت الحفر فبيستنوا المترو يعدي ويحفروا وبيبلغهم ألبيرتو كل ما تخلص ستين ثانية عشان يوقفوا حفر وعكزا وفجأة بتجي ليو رسالها من جودس اللي بتكون عايزة تقبلها في مكتبها فبيضطر أنه يسيبهم ويمشي وبيكمل جيجو وساندرا حفر بنفس الطريقة وبيستمروا على الحال ده وقت طويل وأثناء ما هما بيحفروا بيقع جيجو في الكلام وبيقول أن ليو هو السبب في السجن والدها فيتو ولما بتسأله يقصد إيه بيرفض يحكي لها وبعدها بشوية بيرجع ليو لعندهم فبيسيبوه يحفر لوحده عقبا ليه بعد ما سابهم وقت طويل وبيكمل ليه وحفر لحد ما بيوصل للمكان اللي فيه وحدة التحكم وبيدخل الكاميرا صغيرة من خلال الفتح عشان يقدر يصورها وبيكتشفوا أنها مش وحدة التحكم عادية وأنها معبارة عن جهاز كمبيوتر زكي جدا وعشان كده أي حد بيحاول يخترق من خلال أي خلل صغير فيه بيقدر الجهاز يطور من نفسه عشان يعالج الخلال ده وعشان كده مفيش قدامهم غير محاولة اختراق واحدة ولو فشلوا فيها مش يقدروا يحاولوا تاني لأن الجهازة يكون كشف الطريقة وعشان كده لازم يفكروا كويس جدا قبل ما يقربوا منه فبيقرر الأربعة يرجعوا البيت ليه عشان يفكروا على مهلهم وفجأة بيخبط الباب وبيظهر أنها أنا اللي قررت تزوره بدون معاد بعد ما شكت فيه بسبب اختفائه فبيضطر له يفتح لها ولما بتشوفهم أنا وهم متجمعين بتحس أنهم بيخططوا الحاجة فبيتكلم معا له على انفراد وبيحكي لها أنه حرامي وأنه بيخطط لسرقة مركز الألمس العالمي وبتتصدم أنا اللي بتحس أن ده شخص غريب غير جوزها اللي قارفته من 20 سنة وبتخرج من البيت وعمه نهارة وبيخاف له يتبلغ عنهم فبيخرج وراها لكنها بتكون خلاص مشيت فبيرجع له للبيت وبيقول لأربعة مرعبين أنها تبلغ عنهم وفي الحاضر بتوصل لأنا رسلها من جودث اللي بتطلب تقابلها بعد ما تخلص المؤتمر الصحفي وبتوصل أنا للمؤتمر وبتشوف جودث وي بتتكلم وبتقول أن الخبر اللي انتشر عنها مجرد إشاعة وبتتكلم بمنتهى الثقة وبتتهم الشرطة بالتأثير وده لأنهم مش عارفين يلاقوا حتى العصابة لحد الوقتي وبعد المؤتمر بتقعوا بتتكلم مع أنا وبتحكي لهم عن كل اللي حصل بينها وبليه وبيظهر أنها بتعمل كده عشان تنتئم منه فبتخرج أنا من عندها يا منهارة وبترجع تزور ليو في السجن وبتواجه بكل العرفته وبتقوله أنها مش هتسيبه بعد العرفته وبيحاول ليو يهديها لكن بيفشل وبيظهر أنها عايز تنتئم وبتبدأ أنا انتقامها من ليو فبتتصل بألبيرتو وبتطلب أنها تقابله بحجة أن ليو عايز يوصله رسالة فبيصدق ألبيرتو وبيديلها عنوهن ولما بتوصله بتقول أن ليو عايز يوصل لمكان جيجو وساندرا وطلب منها تتوصل مع ألبيرتو بمنه أنه الوحيد العارف مكانهم وبتتحجج بأنها عايزة رائبهم قبل ما ياخدوا الفلوس ويهربوا وفي الماضي بتختفي أنها كم ساعة وبعدها بشوية بترجع لعندهم وبتطلب تشارك معهم في العملية وإلا هتبلغ الشرطة فبيضطر أنهم يوفقوا وبيكون التلاتة البقين معترضين على اللي بيحصل وده الإنوان بيشتغلوا بقالهم شهور وأنها تاخد جزء من تعبهم بدون وجه حق ومع ذلك مش بيقدروا يعترضوا وبتخرج ساندرا وهي متعصبة فبيخرج ورها جيجو عشان يهديها وبيعد اتنين يتكلموا فبتستغل ساندرا الفرصة وبتسألوا عن علاقة ليه وبسجن والدها وبيبدأ جيجو يحكي لها وبنعرف أن في آخر عملية ليهم كانوا نوهين يسرقوا بنك ولما خلصوا ليه وكان طمعا في محلة مجوهرات جنب البنك ووقتها طمنهم أنه حطت خطة وأنه هيقدر يخترق النظام الأمني لكن لما وصلوا لهناك اكتشفوا أن النظام غير قابل للاختراف وفي وقت قلال وصلت الشرطة للمكان فاضطروا يسيبوا فيتو ويمشوا وده لأنه كان في القابل وعشان كده كان هيحتاج وقت طويل عشان يخرج فبتحس صندر أنهم خدعوها وبتمشي وبتسيبوا وبعد فترة بيجهز ليه ومقر عشان يعملوا فيه اجتماعاتهم وبنعرف أن ألبيرتو لأ طريقة يعطى الجهاز واحد التحكم لكن لمدة خمس ساعات مش أكتر بمعنى أنهم قعدوا في الخزن أكتر من خمس ساعات جهز الإنزار هيرن وهيتقبض عليهم وبكده تكون كل المشاكل اتحلت ومش فاضل بس غير أنهم يلاقوا طريقة لفتح باب الخزن الرئيسي واللي بيكون معقد جدا وبيحتاج أرقام سرية كتير عشان يتفتح وبنعرف أن ما فيش منه غير خمسة بس على مستوى العالم واحد منهم في مبنى وزارة الدخلية البولغارية السابقا وبيظهر أن ليه قدر يتواصل مع واحد هناك فبيدي العنوان لساندرا وفي وقت قلال بتوصل ساندرا لهناك وبيسيبها الرجل مع الباب عشان تتضرب عليه وبعد 23 ساعة بترجع ساندرا للعصابة وبتقول أنها عرفت تفتح الأقفال اللي في الباب ومع ذلك لازم يعرفوا الأرقام السرية ودل إن الباب مش يفتح بدونها وهنا بيجي دور جودث فبيقترح ليه ويعزمها على العشاء وفي الوقت ده الأربعة البقين يقتحموا بيتها ويدوروا على الأرقام وفي الأول بتكون أنا رفضة تماما بسبب غيرتها على ليه اللي بيعترف أنه قابل أكتر من مرة لكن بيجدب وبيقول إن ده شغله بس وأنه ما فيش حاجة بينهم فبتصدقوا أنا وبتوافق وبليل بيتصل ليه بجودث وبيعزمها على العشاء وبمجرد ما بتخرج جودث من البيت بتقتحم العصابة شاقتها وبيبدأوا يدوروا على الأرقام السرية لحد ما بيجي تصل لجيجو من ليه اللي بيقول إن جودث عايزة تروح فبيطلب منه جيجو يعطلها بأي طريقة لحد ما هم يخلصوا فبيتحاجج ليه إنه هياخدها المكان بيحبه وبياخدها الشارع معين وبيقول إنه لما بيكون مفتقدها بيحب يجي الشارع ده وبعدها بيعرض عليها الجواز عشان يضيع وقت فبتقول جودث إنها مش قادرة تشوفه كازو وبيفضلوا يتكلموا لحد ما بيجي ليه ورسالة من جيجو فبيعرف إنهم خلصوا وبيسيبها تمشي وبعدها على طول بيجي له اتصال من العصابة وبيقولوا إنهم في مشكلة جديدة وفي الحاضر بيسترف ليه والتيليفولي تاني مرة وبيتصل بألبيرتو اللي بيتصدم لما بيعرف إن أنا خدعته فبيطلب منه ليه ويروح وراها ويشوفها نوية على إيه وعن ناحية التانية بيطلب سيمون إنه يقابل ميرتنز وبيقول سيمون إن ليه فعلا هو اللي سرق المركز وإنه باع الألمس لواحد اسمه كمار وحاليا هو معاه كل الكمية وبيدي له عنوان الراجل ده واللي بنعرف إنه راجل متدين وعنده شعبية كبيرة جدا وبنعرف إنه عميد جماعة اسمها اليانيين واللي بيعتبروه مسأل أعلى ليهم وفي نفس اليوم بيروح جون يقابل ليه وبيجبره يعترف وبيقول إنه باع الألمس لكمار وبيظهر إن ليه وبدأ يسق في المحامي فبيوافق يقول كده مع أن ده مش حقيقي وبياخد جون التسجيلات وبيسمع على الميرتنز وبيطالب بالإفراج عن ليه بما إنه قال لهم على مكان الألمس فبيقول ميرتنز إنه هيفكر في العرض وبتوصل أنا المكان جيجو اللي بيتصدم لما بيشوفها وبتعرض عليه فيديو وليه هو أو سندرا لما كانوا بيتفقوا إنهم يسروا الألمس ويقسموا عليهم وبتوافق أنا إنه تسامحهم في مقابل إن الألمس يتقسم على يومهم التلاتة وبيضطر جيجو إنه يوافق وفي الماضي بتتجمع العصابة من تاني وبيحكوا ليهوا على المشكلة الجديدة اللي عرفوها من على الجهاز بتاع جودس وهي إن مركز الألمس بيستعد عشان يغير نظام الأمن والإنذار وكل حاجة وده معنا إنه كل حاجة هتتغير وإنهم يحتاجوا يحطوا خطة من أول وجديد وبيكون عندهم حالة تاني وهنهم ينفذوا خطتهم القديمة في نفس اليوم قبل ما النظام يتغير فبيختاروا نهم يبدأوا في تنفيذ الخطة فورا وبتكون الحاجة الوحيدة لأن نقصهم هي الأرقام السرية فبيقرروا يجبيرهم ووظف الأمن إنه يدخلها وبيبدأوا يتناقشوا في التفاصيل الأخيرة للخطة وبيقول ليهوا إنهم بعد ما ينجحوا لازم يتفرقوا وبيظهر إنه حاجز لأنا تسكرة عشان ترجع إيطاليا ويتمارس حياتها بشكل طبيعي أما التلاتة البقين فبيسيبهم يختاروا وحابين يسافروا فين وبيقول ليهوا إنه يفضل في بلجيكا شوية وده لأنه لو سافر فجأة وساب مكتبه هيشكوا فيه وبعدها بيبدأ كل واحد يحضر الأدوات اللي هيحتاجها وبتوقف صندرة تتكلم مع جيجو وبتقدر تقنعه إنهم يسروا الألمس بعد العملية ويقسموا عليهم هما الاتنين وبيظهر إنه عايز نعمل كده عشان تنتقم من ليو اللي كان السبب في سجن والدها وبالرغم من خوف جيجو لكنه بيوافق وفي الوقت ده بيشوفهم ليه وهما بيتكلموا وبيحس إنهم مخبين حاجة وبعدها بيسيبهم وبيروح للمستشفى عشان يقابل ليفي واللي بيبقى عارف كل حاجة عن خطتهم وبياخد ليهوا الألمس الصناعي اللي معي عشان يسيبه في الخزنة بحس إنها تضيع وقت الشرطة لحد ما يتأكده إذا كانت حقيقية ولا لأ وفي الوقت ده يكونوا هما لحوا يهربوا وبيجي وقت تنفيذ الخطة وبيوصل الخمسة للمركز وهناك بيدخل ألبيرتو من خلال المجاري بتاعت الصرف الصحي عشان يقدر يخترق النظام ويسيطر عليه وبعدها بيدخل الأربعة البقين للمبنى من خلال الجراج وبتمشي الخطة حسب اتفاقهم لحد ما بيوصلوا الباب الخزنة وهنا بيبدأ جيجو يلغي أجس الإنزار وبعدها بيجي دور ساندرا تفتح الإقفال وبيفضلوا مستنين ليه وأنا اللي بتكون مهمتهم اقتحام غرفة راجل الأمن بيكتشفوا نوساكران فبيستغلوا الفرصة وبيدوروا على الأرقام لحد ما بيلاقوها فبيرجعوا للبقين وبتاخد ساندرا الأرقام وأخيرا بتقدر انها تفتح باب الخزنة وفي اللحظة دي بيظهر قدامهم 500 صندوق مليان ألماس فبيبدأوا ويفتحوا السنديق من خلال الجهاز من اختراعهم لكن المهمة بتاخد وقت أكبر من توقعاتهم وعشان كده مش بيلحقوا يفتحوا كل السنديق وبيبلغهم ألبيرتون فاضل أربع دقيق ويفقد سيطرته على الجهاز وبعدها يرين جرس الإنظار فبيسيبوا الألماس الصناعي وبيمشوا بسرعة وفي الحاضر بيتم القبض على كماره وبيلوف خزنته كمية كبيرة من الألماس فبياخدوه وبينتشر الخبر في الصحافة وبيتجمع عدد كبيرة من مجتمع الينين في مظاهرات كبيرة بالطالب بالإفراج عنه وبييتم فحص الألماس وبيكتشفوا أنه مختلف عن اللي كان في المركز وده معناه أنه كمار بريء وأن السيمون كان قصد يعمل فخ الميرتنز وده لأنه عارف كويس أنه وزير الدخلية يعقبه وبيقدر ألبيرتو يختارخ تليفونات جيجو وساندرا وبيتنصت على مكالماتهم وبيسمع جيجو وبيبلغها أنه أنا عايزة ترجع بالجيك عشان ياخدوا الألماس ويقسموا عليهم فبيتصل بالرقم اللي يتعود يتصل منه وبيبلغ ليه بالله حصل فبيأمروا ليه ويفضل مرعبهم ويحاول يعطلهم لحد ما هو يخرج وده لأنهم لو وصلوا الألماس قبلهم هيسرقوا ويهربوا وبيطلب وزير الدخلية أنه يقابل ميرتنز وبيتخانق معاه وده لأنه لحد دلوقتي اتهم اتنين بسرقة المركز ومع ذلك ما قدرش يثبت التهم عليهم وبيجبروا الوزير يقدم استقالته وفي اليوم ده بيتم الإفراج عن ليه لعدم كفية الأدلة وفي طريق للخروج بيوقفوا المسجون اللي كان بيسالفوا التليفون وبيكون مصير ياخد فلوسه اللي وصلوا لستين ألف دولار وبما أن ليه ومعوش أي فلوس بيضطروا جون يدفع وبمجرد ما بيخرجوا بياخدوا جون يعرفوا على المواكلين بتوعهم والمفاجأة أن جون بيطلع واحد من رجالة سيمون وسيمون هو اللي طلب منه يمسك القضية عشان يخرج ليه وبراءة في مقابل أنه يسلمهم الألماس وهنا بيجي دور ليه ونيوفي بوعد ويقولهم على مكان الألماس فبيتصل بألبيرتو اللي بيقول أن جيجو وساندرا وأنا وصلوا للفندق وانهم رائبهم عشان أول ما يخرجوا يديلوا أشارة وبنعرف أنهم كانوا خايفين على الألماس جدا وعشان كده قرروا يشيلوه في خزنة جوى المركز باسم كوهين واللي بتكون شخصية وهمية من اختراعهم وبنعرف أن ألبيرتو هو اللي قدر يخترق نزام المركز وحجس خزنة باسم الشخصية الوهمية دي وقرروا أنهم يسيبوا الألماس هناك وده لأن الشرطة لا يمكن تتخيلوا أنه هناك ولما الوضع يستقر يخلوا جيجو يتنكر في سورة كوهين ويروح ياخدوا من هناك فبيحيي سيمون على زكاءه وبيتحركوا في طرقهم للمركز وفي نفس الوقت بينتح الجيجو شخصية كوهين وبيتحرك التلاتة في طرقهم للمركز وبيكون ألبيرتو مرأيبهم وفي الطريق بيتفاجئ ليه واللي معاه بمجموعة عربات بتطردهم وبيجبرهم على الوقوف وبعدها بيخطفوا ليه وبيسمحوا البقين يمشوا وبيتعرف على رئيس العصابة اللي بعت رجالته عشان يخطفوه وبنعرف أنه بيانوب عن عدد كبير من الناس اللي لها سندق في المركز وعشان كده بعتوه عشان ياخد حقهم فبيربط له في كرسي كهرابي وبيبدأ يعذبه وبعد التعذيب بيوافق له ويقولهم على مكان الألماس بشرط ما يقزوش أنا وبيعترف أن الألماس موجود في خزنة في المركز وفي الوقت ده بيوصل جيجو واللي معالي المركز وبيسيبهم قاعدين في العربية وبيدخل لوحده وبيقدر جيجو يخدع الأمن اللي هناك وبيقتنعوا أنه كهين وعشان كده بيسمحوا له يسلم الصندوق اللي في الخزنة بتاعته وبمجرد ما بيخرج من المركز بتهجم العصابة عليهم وبتخطفهم هما التلاتة وأخيرا بيجتمع ليه وأصدقائه من تاني وكمان بيقبضوا على ألبيرتو اللي حاول يقتحم الفيلا بعد ما عرف أنهم اتخطفوا وبيجي وقت فتح الصندوق وبينها عرف أن ساندرا هي الوحيدة اللي تقدر تفتحه وده لأنه من اختراعها والمفاجأ أنهم بيلوا الصندوق فاضي فبيبدأ كل واحد من العصابة يتهم البقيين وبيواجه ليه الاتهام اللي جيجو ساندرا بمن أنهم سلموا للشرطة قبل كده وخصوصا كمان أن ساندرا هي اللي اخترعت الصندوق ومحدش غير هيقدر يفتحه وبيقتنع رئيس العصابة بوجه نظره فبيقوموا رجالته ويفرجوا عليه وأنا وألبرتو ويحتفظوا بالباقيين وبيحاول ليه ويصالح أنا اللي بتكون رفضة تتعامل معاه من وقت ما عرفت بخيانته ليها فبيوقفها ليه عشان يتكلم معها وبيعتذر أنه كذب عليها وبيقول أنه عمل كده عشان خطرها وهي وعشان خطر ولادهم وبينكتشف أن الألماس مضعشوا على حاجة وأن ليه كان شاكك في جيجو ساندرا وعشان كده على آخر لحظة غير الخطة واتفق مع ليفي وحطوهم في الصندوق بتاعه وفي وقت تنفيذ الخطة خدعم كلهم واستغل إنهم مش مركزين معاه عشان يحطوهم في صندوق ليفي وسهب الصندوق بتاع كوين فاضي فبتفرح أنا جدا وبتوافق إنها تسامحوا وبعدها بيرجعوا للمركز عشان ياخدوا الألماس والمراضي بيروح معهم ليفي ودلق إن الصندوق بإسمه وبيدخل هو وأنا بحجة إنها المساعدة بتاعته وبتقدم أنا للأمن جواء السفر مزور وفعلا بيلوه الألماس موجود في الصندوق وبياخدوهم وفي الوقت ده بيكون ليو وألبيرتو قادين في العربية وبيبقوا متحمسين إنهم ياخدوا نصبهم لكن الغريبة إن ليفي بيخرج لوحده من المبنى فبيستغرب ليو وبتظهر عليه علامات الخوف وبيخاف أكتر لما بيرن على أنا لكنها مش بترد عليه فبيبدأ ليو يدور عليه حوالين المبنى وبيشوف هو يخرج في عربية تانية من الجاراج بعد ما قررت تنتق منه ويتاخد الكمية كلها وتهرب وبيحاول ليو إنه يلحقها لكن بيفشل وبكده تكون خطته نجحت ومع ذلك ما قدرش ياخد جرام واحد من الألماس وبيظهر إن العصابة مرقبينها وإن الرئيس بتاعهم لمعرف القصة بخمن إن اللي معها الألماس ونوية تنتقم من ليو إيه أنا وعشان كده أمر رجالتو يرقبوها وبيظهر إنه لسه محتفظ بيجيجو سندرا ونمقعدهم على كراسي كهربائية وبيعذبهم وبنعرف إن دي قصة حقيقية وإن دي تعتبر أكبر كمية ألماس تسرقت في التاريخ والحد دلوقتي الشرطة ما قدرتش تلاقي الألماس ده أما ليه فبنعرف إنه عايش في إيطاليا وما فكرش يرجع بالجيكا من ساعتها الفيديو ده كتبته ميرنا ممدوح وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام